أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون على دور الجيش والقوى الأمنية اللبنانية في محاربة الإرهاب على الحدود ومطاردة الخلايا النائمة لافتا إلى أن العمليات الاستباقية حققت نتائج إيجابية في عملية حفظ الاستقرار والأمن في البلاد وشدد أمام وزير الدولة البلجيكي أندريف لهو على أن لبنان الذي قدم ولا يزال الرعاية على أنواعها للنازحين السوريين على رغم التداعيات السلبية للنزوح السوري يدعم المساعد الدولية المبدولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية ما يضع حدا لمعاناة النازحين ويؤمن لهم عودة كريمة وآمنة إلى بلدهم وأرضهم الرئيس عون شكر وقوف بلجيكا إلى جانب لبنان في المحافل الإقليمية والدولية ومشاركتها في القوات الدولية العاملة في الجنوب لافتا إلى حرص لبنان على تطوير العلاقات اللبنانية البلجيكية في المجالات كافة وأكد الرئيس عون ترحيب لبنان بالمؤتمر الذي سيعقد في الخريف المقبل في بلجيكا المخصص لحماية الأقليات في الشرق منوها بالجهد الذي تبذله بلجيكا لإنجاحه الوزير البلجيكي أكد بدوره على التعاون القائم بين البلدين والرغبة في تعزيزه بالإضافة إلى تفعيل التبادل التجاري والتعاون الثقافي بينهما رئيس الجمهورية استقبل أيضا النائب الرديف في البرلمان الفرنسي جوزيف مكرزل وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة كما التقى المدير التنفيذي لمؤسسة هيومن رايتس ووتش كينيث روث بحضور وزير العدل السليم جريساطي